اشتركوا في القناة الداخلية تحذر من دعوة قوات أو أفراد للتحشيد بهدف المسي بأمن العاصمة مشايخ وعيان في بنغازي يعلنون رفع الغطاء الاجتماعي عن المنتسبين في زعزعة الأمن تفاقم أزمة انقطاع الكارباء يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر على عمل المؤسسات السلام عليكم وأهلا بكم إلى التفاصيل حذرت وزارة داخلية الحكومة المقترحة من مغبة ما وصفتها بالعودة إلى المربع الأول في العاصمة طرابلس من خلال الدعوة لتحشيد قوات أو أفراد بهدف المسي بأمن سكانها الوزارة في بيانا لها نشرت على حسابها الرسمي نبهت إلى أن هذا الأمر لن يعد مقبولا على الإطلاق وسيواجه بالشكل المناسب لمنع الفوضى والتغول على حياة المواطنين حسب تعبيرها وطمنت الوزارة في بيانها سكان العاصمة وضواحيها بأن العمل الأمني والشرطي متواصل ولن يتوقف معلنة أن مسار هذا العمل يعد مهمة أساسية لها ولأجهزتها الأمنية وسيكون تصاعديا كما وكيفا حسب البيان أكد وزير الداخلية المفوض في الحكومة المقترحة فتح بشاغة وجود مجموعات وقوى موازية تهيمن على وزارة الداخلية وميزانيتها موضحا أن هذه الأسامة تنتمي اسميا إلى وزارة الداخلية وتمتلك إمكانيات كبيرة مجموعات مسلحة تفعل ما تريد وتنشر الفوضى تحدث وزير الداخلية في الحكومة المقترحة فتح بشاغة هذه المرة كما لم يتحدث قبله أحد ما حدث ويحدث في كواليس وزارة الداخلية طيلة السنوات السبعة وكأن تصريحه السابق بأن العاصمة تعاني فوضى أمنية وإشارته للجماعات المسلحة كان غير كاف بشاغة وخلال حديثه لبي بي سي قال إن هناك مجموعات مسلحة تتبع وزارة الداخلية اسميا فقط لا تتلقى منها الأوامر ولا تعترف بها مشكلة أجهزة أمنية موازية للأجهزة النظامية وتمتلك إمكانيات كبيرة وتهيمن على ميزانية وزارة الداخلية وعلى القرارين السياسي والاقتصادي هذه تمتلك الإمكانيات الكبيرة هي صحيح اسميا منتمية لوزارة الداخلية تحت مسميات الدعم المركزي أو القوة سين أو القوة صاد أو القوة جيم ولكن تمتلك الإمكانيات الكبيرة من خلال السنوات الماضية السنتين الماضية استطاعت أن تمتلك أو أن تهيمن على ميزانية وزارة الداخلية للأسف أن تمنح بدلا من تمنح وزارة الداخلية تمنح لهذه المجموعات هيمنت على القرار السياسي هيمنت على القرار المالي وكذلك هيمنت على القرار الاقتصادي وكذلك هيمنت على وزارة الداخلية فأصبحت قوة موازية لوزارة الداخلية بشاغة لم يذكر جميع الأجهزة التي لا تطيع القانون الإداري وتسبب الفوضى فيما هناك أخرى تتبع لإدارته مباشرة ورفض توصيفها بالميليشيات أو المجموعات المسلحة مؤكدا أنها تتبع الطاعة الإدارية وتخضع للقانون وبالرغم من أنه لم يمضي على تسلمه لحقبة الداخلية سوى ثلاثة أشهر لكنها فترة بدت كافية ليطجر من سلوك الجماعات المسلحة بدأت بإجرائه لتعديلات أمنية واسعة لطاق وتعيني مديرين جدد لإدارات ومديرية أمن ومنافذ في الوزارة كان أهمها مديرية أمن ترابلس خطوة باشاغة لاقت ردا سريعا بأعلان القوى الأمنية في ترابلس تشكيل جهاز أمني موحد أطلق عليها قوة حماية ترابلس وكانت هذه الخطوة البداية لما بدأ كأنه سباق البقاء أو النفوذ ليدور في الأذهان سؤالان ما الذي يدفع باشاغة لتكرار مهاجمته للميليشيات التي يحتمي بها جميع أعضاء المجلس الرئاسي المقترح وهل ننتظر رد فعل من قوة حماية ترابلس إما أعلاميا أو ميدانيا صعد وزير الداخلية المفوض خطابه الموجه للتشكيلات المسلحة بطرابلس فيتهمها بالتحكم في قرارات سلطات سياسية والمؤسسات المالية بعد أن اتهمها فيها سابق بخلق فوضى أمنية بالعاصمة طرابلس تساؤلات تطرح عن الخطى التي يتحرك بها بشاغة ضد هذه التشكيلات وتساؤلات عن ردود الفعل المتوقعة من تلك التشكيلات هيمنت على القيادة السياسية وعلى المؤسسات المالية صارت قوى ضاربة توازي وزارة الداخلية تلك درجة البلوغ التي وصلت إليها التشكيلات المسلحة بطرابلس فميزانية الداخلية تصرف على تلك التشكيلات ولا تتلقاها الوزارة تمضي في بلوغها غير آبية للتعليمات الواردة لها من وزير الداخلية أو أجهزة المباحث والمخابرات رغم رفع تلك التشكيلات شعار الوزارة والدعائها التبعية لها ليست في طيات الحديث جاء ذا الكلام عن التشكيلات المسلحة بطرابلس بل هذه المرة يعلنها وزير الداخلية المفوض فتح بشاغ صراحة ربما تحدي لتلك التشكيلات أو عجز ألجأه للعلن إلى قسمين قسم بشاغ الأجهزة والتشكيلات التابعة للوزارته قال فريق ينفذ الأوامر ويمتثل لها وثاني يرفض الانصياع متسببا في فوضى أمنية داخل العاصمة طرابلس ما طرحه الوزير مشاكل تفتقر الحلول ولا يدرى إن كان الرجل ذا قدرة على حلها أم أن مصيره لن يكون أفضل ممن سبقه في تسلم حقيبة الوزارة لا يتميز اثنان في أن حل إشكالية التشكيلات المسلحة غير المنصاعة لوزارة الداخلية هو إلزامها بالانصياع طوعا كان أو كرها بتمتلكه تلك التشكيلات من عتاد وأفراد وأموال مضاعف مرات ومرات عما تملكه الداخلية وانصياعها للوزارة سيحجم دور أمراء تلك التشكيلات ويحد من نفوذهم وقد تنجح الوزارة في ترويضهم بدعم أممي أو نحوه أما إن سار الوزير لاستخدام الانضواء بالإكراه مع تلك التشكيلات فلن يقود الأمر ربما إلا إلى حرب طاحنة مشابهة أو تفوق تلك التي اندلعت بالعاصمة الترابلوس أو إلى الربع الأخير من العام الماضي منتصار الداخلية على تلك التشكيلات إن حدثت المعركة أمر تشوبه الظنون مدامت بخازن الداخلية كما يقول بشغى خالية من الأسلحة والعتاد وإن كانت الغالبة بعد تلك المعركة للتشكيلات المسلحة فهو أمر يوسع نفوذها أكثر فأكثر بل ربما سيزيد ذلك سيطرتها على القرارات بل على توزيع الحقائب الوزارية سواء على حكومة السراج أو الحكومات اللاحقة لها بل أنيا تتحدى أحد التشكيلات وهي كتبة ثوار ترابلوس وزارة الداخلية فيوجه قيدي بها تحذيرات وتهديدات لبشغة إن لم يلتزم الصمت ويكف عن الحديث عن تلك التشكيلات ولا ينتظر المواطن الليبي مزيد حرب بقدر انتظاره للسلم وتسوية الخلفات على طاولة حوار بعيدا عن أزيز الأسلحة وذوي المدافع وأضرارهما والأهم ينتظر أن تنهى الميليشيات أكانت مروضة أم مارقة أكد مدير أمن جفار عبد الناصر الطيف أن تعليمات وزير الداخلية هي تطبيق القانون بكل حزم واستعمال القوة المتاحة لفرض الأمن وضبط المجرمين تاكدات مدير أمن جفار جاءت خلال اجتماعه برؤساء المكاتب والأقسام والمراكز والوحدات في وحدة مرور سواني وذلك لمناقشة الأمور الأمنية واعداد خطط لحماية منطقة الزهراء بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية وجاء في منشور للوزارة أن الاجتماع سبقه جمع المعلومات عن مجرمين يحاولون زعزعة الأمن بالمدينة والمنطقة عامة ذكرت وحدة المرور بمدرية أمن يفرن أن شرعت في إقامة تمركزات ودوريات أمنية على طريق الرابط بين غريان جادو والقلع الجديدة ووفقا لما ذكرته مصادر من الوحدة لقناة النبأ فإن الهدف من نشر هذه الدوريات المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة واكدت المصادر نفسها أن الدوريات هدفها من خلال أفرادها وآلياتها المجاهرة بالأمن وحماية حركة المواطنين بسياراتهم على الطريق في الفترات الليلية خاصة نحن حاليا في المنفذ الجنوبي للطاقة المدرية أي في طريق غريان جادو بالتحديد في منطقة القلعة الجديدة طبعا ليست باب العمن وليك يتنقل المواطن في أمن وعمان طبعا قمنا بوضع التمركز الأمني وفيه طبعا من هنا شرقا تقريبا بحوالي كيلو متر في تمركز أمني لمدرية أمن كيكلة وغربا تقريبا كيلو نص وزود كيلو في تمركز أمني لمدرية أمن ضهر الجبل وطبعا مطلوب التعاون الأمني في منطقة جبلية لكي يستطب الأمن وكي يتنقل المواطن ليلا في مسافات طويلة بأمن وعمان نبأت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة المواطنين وسائقين المركبات الآلية إلى احترام قواعد المرور وبدل مزيد من الجهد للحد من الحوادث ولفتت الوزارة في منشور بصفحتها رسمية إلى أن اللوم قبل الطرق المتردية يقع على المتهورين من السائقين أثناء قيادتهم في تلك الأماكن وشارت الوزارة إلى أن أسباب الحوادث المرورية تعود إلى المركبة والطريق وسائق المركبة الآلية الذي يتحمل 85% من المسؤولية أعلن عدد من مشايخ وأعيان بنغازي رفعهم الغطاء الاجتماعي عن ما وصفوهم بالمجرمين واصحاب السوابق الذين يعملون على زعزعة الأمن في المدينة المشايخ والأعيان وخلال لقائهم مدير أمن بنغازي عادل عبد العزيز طلبوا بأحكام القبضة الأمنية في المدينة وضواحيها بعد ارتفاع معدلات جرائم السطو والقتل وإعلان حالة الطوارئ القسوى في المدينة ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء فإن مشايخ وأعيان المدينة أكدوا بأنهم لن يقفوا في صف من وصفوه بأي مجرم يمتهن الإجرام كالسارقة والسطو المسلحي والحربة تفاقمت أزمة الكارباء التي تعانيها البلاد خلال الآوينة الأخيرة ليتجاوز طرح الأحمال ثماني ساعات يوميا أثرت تلك الأزمة على المواطن والإجراءات التي تتخذها الشركة العامة للكارباء للحد من تبعاتها يرصدها التقرير التالي من البرد القارس تشتاح المنطقة الغربية من ليبيا تزداد حدتها مع انقطاع الكهرباء عن المواطن لما يزيد عن سبع ساعات يوميا هي أزمة ليست بالجديدة فالعاصمة طرابلس تعاني انقطاع الكهرباء منذ نوفمبر الماضي إلا أن الأمر زاد عن حده وفق المواطنين لتصل ساعات طرح الأحمال إلى ثماني ساعات يوميا ليست العاصمة وحدها من تعاني الأزمة إذ ينقطع التيار عن وادي إعتباء منذ أشهر لساعات تتراوح ما بين الأربع إلى ست ساعات يوميا الأزمة امتدت ليتجاوز أثرها المواطن وتطال مؤسسات الدولة كالمشافي والمصانع التي تعاني انقطاع الكهرباء أيضا والتي يعتمد كثير منها على المولدات التي تعمل على الوقود ما قد ينذر بتفاقم الأزمة الشركة العامة الكهرباء أرجعت الأزمة إلى وجود مشاكل فنية في الوحدة البخارية الأولى بمحطة خليج سيرت التي تدنت قدرتها الإنتاجية إلى 154 ميجاوات نتيجة عدم استكمال الإختبارات التشغيلية من قبل الشركة الأجنبية المنفذة للمشروع وتوقف أعماله وفي إطار البحث عن حلول قالت الشركة أنها شكلت فريق عمل من مهندسي وفني محطة سيرت وباقي المحطات الأخرى ليتمكنوا من رفع حمولة وحدة التوليد وجعلها متاحة إلى 250 ميجاوات كمرحلة أولى رغم استمرار العمل على حل أزمة الكهرباء فإن الجهود المبذولة لا ترتقي لحجم المشكلة خاصة أن ثمت مشاريع طاقة متوقفة يصل حجم إنتاجها إلى 3690 ميجاوات وأنها لو دخلت الخدمة في مواعيدها سترفع كفاءة الشركة وتغطي العجزة الذي وصل إلى أكثر من 1500 ميجاوات في بعض الأوقات النشرة مستمرة معكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا فيها بعد قليل مصلحتها الجوازات والجنسية تعلن عن تعاقدها لتوفير مليوني جواز صفر خام لتغطية العس أهلا بكم من جديد كده المتحدث باسم المجلس البلدي مسرطة وسامة بادي للنبأ أن يوم الأحد عطلة رسمية في مصرطة لمراحل التعليم الأساسي والثانوي بسبب حالة التقصى كما فدت عدة بلديات بالمنطقة الغربية بما فيها العاصمة طرابلوس بأن اليوم الأحد عطلة في كل مدارس البلدية بسبب انخفاض درجات الحرارة وذلك أعلنت بلدية الجيجب يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية من جانبه قال وكيل وزارة التعليم أن الوزارة أعطت الإذن لمراقبة التعليم في المناطق بتقدير حالة التقصى إن كانت لا تسمح بمناطقهم في استمرار الدراسة بإعلان عطلة في المنطقة الخاصة بهم شدد وزير التعليم بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل على ضرورة تفعيل دور المفتش التربوي بالمؤسسات التعليمية مؤكداً أهمية دوره في النهوض بالقطاع وطلب عبد الجليل مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي في اجتماعاً لهم بضرورة وضع تصور شامل يبين صلاحيات ومهام التفتيش التربوي كما طلب وضع استراتيجية لتغطية العز القائم للمفتشين التربويين في بعض التخصصات لبعض المناطق مؤكداً حرص الوزارة ودعمها للمصلحة في مهامها بحث سفير ليبيا في المغرب مع كاتب المملكة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي سبول تسهيل إجراءات الطلبة الليبيين الراغبين في الالتحاق بالجامعات المغربية جاء ذلك خلال زيارة رسمية لكاتب الدولة المغربية وبحضور الملحق الأكاديمي بالسفارة ورئيس الدوان وبحثوا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما فيما يتعلق بزيادة الحصة الرسمية المخصصة لدولة ليبيا كما ناقشوا تسهيل إجراءات الطلبة الليبيين الراغبين في الالتحاق بمختلف الجامعات المغربية وعديد المواضيع الأخرى التي تهم الطلبة الليبيين في المملكة أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية التابعة للحكومة المقترحة بأنها تعقدت على توفير نحو مليونين وأربعمائة ألف جواز صفر خم لتغطية العز الحاصل في إصدارها رئيس المصلحة جمعاء غريبة أكدان عملية التوريد ستبدأ على دفعات بداية من منتصف شهر يناير الجاري وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية وحسب غريبة فإن المصلحة ستقوم بتوزيع هذه الجوازات على مختلف مدن الليبية وفقا للكثافة السكانية أفادت جمعية محبية شجرة بمدينة بسرطة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشجرة الاحتفالية وفيها ذكرى ثالثة لتشين ميدان شجرة تميزت بحضور رؤساء القطاعات الخدمية وعدد من المختصين والأطفال وسط الأمطار الغزيرة بمدينة بسرطة لم تمنع غزارة الأمطار جمعية محبي الشجرة من الاحتفال بعيد الشجرة في يومها العالمي في الذكرى السادسة لتأسيس الجمعية والثالثة لتشين ميدان الشجرة بمدينة مصرطة في خطوة يحاول فيها متسب الجمعية إبراز أهمية الحفاظ على الأشجار لدورها في خلق التوازن البيئي ومنع جراف التربة وتعقيم الطبيعة كأشجار البلوط والموز وغيرها لم تفت فرصة الحضور والمشاركة وكسب الفائدة طلاب المهد الزراعي ومحبي الشجرة من المهتمين بقطاع الزراعة كذلك الشركة العامة للنظافة ومفوضية المجتمع المدني كان لها دور في دعم الجمعية لإقامة هذه الاحتفالية وعدد من النشاطات والحملات طيلة العام الفائت فتحية لهم من أعماق أهل مصرطة لهذه الشركة التي في الحقيقة ساهمت في إصحاح البيئة وفي النظافة العامة وفي نقل القمامة وفي كافة الأمور التي تهم نظافة المواطن فهذا اللقاء اليوم كان لها دور كبير وبارز في كافة الأعمال الموجودة في مدينة مصرطة إقامة هذا المحفل بهذه المناسبة لم تكن بهدف الاحتفاء باليوم العالمي للشجرة فحسب وإنما جاء لدعم قطاع الزراعة بليبيا وإعطائه الأهمية التي يستحقها للاستفادة من هذا القطاع في مختلف المجالات عبد المنعم البوري قناة النبأ مصرات نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين بعد يوم من تصريحات بشاغة وزارة الداخلية تحذر من دعوة قوات أو أفراد لتحشيد بهدف المسي بأمن العاصمة مشايخ واعيان في بنغازي يعلنون رفع الغطاء الاجتماعي عن المتسببين في زعزعة الأمن تفاقم أزمة القطاع أو القطاع الكارباء يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر على عمل المؤسسات كما تابعتم معنا أيضا مصلحة الجوازات والجنسية تعلن عن تعاقدها لتوفير مليوني جواز صفر الخام لتغطية العز من المشاهدين بإمكانكم متابعة المزيد من أخبارنا عبر موقعنا الإلكترونية نبأتو التفي وكذلك صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر